أكد وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم أنه في ضوء توبجيهات رئيس السيسي بأهمية تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية والرأي وأشر سويلم للإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال محطة بحر البقر والتي تعد ثاني أكبر محطة على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعية بطاقة تصل إلى 5 ملايين و600 ألف متر مكعب يوميا